عندنا مفهوم خاطئ عن التسويق أنه لازم عشان أسوق لمتجري أروح أسوي إعلانات عند مشاهير السوشال ميديا أو أدفع لي المنصات عبر الإعلانات الممولة التسويق أوسع من كده بكثير اليوم بعلمك بعض الخطوات اللي تسويها في متجرك إلكتروني ممكن راح تساعدك بشكل كبير في زيادة المبيعات في متجرك إلكتروني أولا برنامج الولاء شكل مختصر أنه العميل كل ما يدفع في متجرك يحصل على نقاط والنقاط هذه يصير هو مهتم أنه يجمع هذه النقاط من خلال المشتريات في متجرك يعني كل ما يدفع في متجرك مبلغ معين يحصل على نقاط أنت تحددها خلني أوريك كيف ممكن تسويها في متجرك إلكتروني أول ما تدخل على لوحة التحكم في متجرك إلكتروني طبعا أنا شارح كيف تسوي متجرك إلكتروني عن طريق منصة تزد وكيف توصل لهذه الصفحة فلو حبيت تطلع كيف ممكن تسوي متجرك إلكتروني راح يظهر لك هنا أشعار في الأعلى على اليسار بكيف أنت تسوي متجر إلكتروني بالتفصيل وبحاول أضيفه لك أسفل الفيديو بعد ما تسوي متجرك إلكتروني مباشرة تروح على الأيقونة هنا في اليمين تضغط على التسويق بعدين برنامج الولاء راح يظهر عندك هذه التفاصيل هنا على اليمين في أيقونة اسمها تفعيل برنامج الولاء في متجرك تضغط عليها أو تفعل هذه الخاصية بعدين تنزل تحت شوي في طرق كسب النقاط تضغط على الشراء من المتجر أو تفعل هذا الخيار في متجرك بعدين هنا على اليسار في تحرير أو تعديل الخيارات عاد هنا أنت والشيء اللي تبت قدمه للعميل يعني مثلا عند الشراء لكل مثلا ريال رح يكسب نقطة الأفضل أنك مثلا تخليها كل مثلا خمسة ريال على سبيل المثال رح يكسب نقطة وأسوي حفظ وخلاص زي ما تشوف نحفظ عندي سار العميل في متجر كل ما يشتري بخمسة ريال راح تحسب له هنا نقطة طبعا هذه الخيارات ترجع لك أنت تحط الخيار اللي تشوفه مناسب بحسب القيمة اللي موجودة في متجرك للمنتجات بعد كده هنا تحد في فترة صلاحية النقاط الأفضل تخليها سنة اللي هي 360 يوم تقدر تعدلها كمان لو حبيت مثلا تخليها 6 شهور أو 8 شهور المدة اللي انت تشوفها لصلاحية النقاط طيب بعد ما تعدل صلاحية النقاط هنا في طرق الاستبدال تضيف طريقة للاستبدال النقاط هذه العميل وش يستفيد منها وش الشيء اللي راح يستفيد لو هو جمع هذه النقاط تحط مثلا مبلغ ثابت مثلا نقول لكل مثلا أقل شيء أنه يكون عنده 500 نقطة أبدلها له مثلا على سبيل المثال بـ 200 ريال على سبيل المثال أسوي إضافة زي ما تشوف خلاص صار عندي هنا إضافة مبلغ ثابت اللي هي قيمة الخصم راح يخصم له 200 ريال لو كان عنده 500 نقطة ثاني شيء فعل قسائم التخفير لأنه راح تزيد عدد المبيعات في متجرك بشكل كبير هل لي أقول لك سر في قسائم التخفير أحيانا يكون عندك منتج وما عليه طلب عالي بالرغم أنه منتج جيد فأنت محتاج أن الناس تجرب هذا المنتج فتسوي تخفيضات على هذا المنتج وبعد ما الناس تشتري هذا المنتج وتجرب هذا المنتج يرجع لسعره الطبيعي فأنت كده حركت المخزون البطيء وهذا مهم في المبيعات تعال أعلم كيف تسوي قسائم التخفيض وهذه التفاصيل في متجرنا الإلكتروني في نفس القائمة اللي على اليمين هنا لو ضغبت على أيقونة التسويق راح تفتح عندك قسائم التخفيض اللي هي هذه ثاني خيار عشان تسوي قسيمة أنت تحتاج إلى إنشاء قسيمة تخفيض على سبيل المثال أبغى أنشأ قسيمة واحدة لو أنا حبيت أن يسوي أكثر من قسيمة تقدر تسويها مع بعض ولكن أنا عشان أشرح لك أبعلم كيف أهم شي تعرف تسوي هذه القسائم الخاصة في التخفيض طيب في البداية هنا حضيف اسمها مثلا على سبيل المثال حسميا مثلا تخفيضات مثلا البلاك خلينا نقول البلاك فرايدي بعد أن تعال هنا سوي توليد الرمز راح يعطيك هذا الرمز لو أنت حبيت يكون رمز ثاني عادي ممكن تضيف أي رمز أنت تبغى لكن أنا عشان أشرح لك حطيت توليد الرمز بشكل سريع طيب نوع الخصم إيش أبغى أبغى مبلغ من المجموع يعني من إجمالي سلة العميل اللي راح يشتريها ولا أبغاه نسبة من المجموع يعني مثلا لو اخترت خيار مبلغ من المجموع راح أضيف هنا رقم مثلا سأخصم له مثلا عشرة ريال على سبيل المثال لو أنا كنت أبغاه نسبة سأضغط على نسبة هنا وسأختار مثلا قيمة الخصم هنا عشرة بالمية الحد الأقصى للخصم مثلا سأخليه مثلا مية وخمسين أقصى شيء يخصمه لأنه النسبة ما تكون أحيانا ثابتة بحسب قيمة المنتجات اللي هو اشتراها فضروري تحط هنا الحد الأقصى للخصم لأنه حيانا في المبالغ الكبيرة يكون قيمة الخصم كبير جدا خلني أوضحها لك مثلا لنفترض أنك أنت تبيع منتج مثلا قيمته ألف وخمسمائة ريال على سبيل المثال وهو مثلا أخذ أربعة منتجات ستة ألاف ريال مثلا وعندنا إحنا حطينا له هنا كم خصم عشرة بالمية طيب نقص عشرة بالمية نشوف كم تطلع معنا يساوي طيب 600 ريال معناته أنا خصمت له 600 ريال ولكن لو أنا مفعل هنا زي ما شفتم هنا 150 ما رح يخصم له 600 ريال رح يخصم له 150 فضروري تركز أن يكون في حد أقصى للخصم كمان هنا ممكن ضيف لو حبيت بدون رسوم الدفع عند الاستلام وشحن مجاني هذه الخيارات تخلي العميل يختار أشياء معينة هذه كلها أنت تحددها بحسب نوع منتجه طيب الحد الأدنى للطلب الأفضل أنك تخلي غير محدود لأنه ممكن يطلب طلب واحد ويبغى يحصل على هذا الخصم تاريخ البداية على سبيل المثال نحطه في 1 أوغاست وهنا في النهاية مثلا يكون في تاريخ 9 معناته أنا سويت هذا الخصم أو اسم هذا الخصم اللي هو تخفيضات البلاك فرايدي هيكون بس من يوم واحد إلى يوم تسعة عدد مرات الاستخدام خلي غير محدود لأنه أنت ما تبغى العميل بس يستخدمه مرة وحدة تبغى يستخدمه أكثر من مرة وهذا هيزيد نسبة المبيعات أيضا كمان على مستوى عدد مرات الاستخدام للعميل الواحد أنت ما تبغى العميل فقط يستخدمه مرة وحدة أنت تبغى يستخدمه أكثر من مرة نجي الجزئية المنتجات لو أنت عندك منتج زي ما وضحت لك قبل شوي ما عليه طلب عالي أو تبغى الناس تجربوا ممكن تحدد هذا المنتج هنا من منتجات محددة وبعدين تسوي استعراض المنتجات اللي في متجرك وتختار المنتج اللي ما عليه طلب عالي أو حاب الناس تجربوا خلاص بكل سهولة أنت كده سويت هذه التفاصيل اللي انت تحتاجها تجي هنا وتضغط على حفظ ورح ينحفظ عندك هذا القسيمة أو هذه القسيمة لكل العملاء الخصومات التلقائية من أهم الأشياء اللي تفعلها في متجرك إلكتروني مثلا الشحن والتوصيل مجانا إذا اشترى العميل مثلا بقيمة 200 ريال أو مثلا خصم 5% إذا دفع العميل في متجري ما أختار مثلا يعني الدفع عند الاستلام كيف أسويها في المتجر وكيف تظهر العميل بشكل تلقائي تعالوا أريك عشان تسوي الخصومات التلقائية تضغط على قناة التسويق أو على القائمة اللي في اليمين التسويق بعدين تضغط على أيقونة التخفيضات التلقائية أو الخصومات التلقائية رح تظهر عندك هذه الخيارات خلني بس ألغي هذه عشان تظهر عندك بنفس الشكل اللي تظهر عندي هنا خلني أتحدث الصفحة زي ما تشوف ظهرت عندك الثلاث خيارات أو أول شيء الشحن والتوصيل المجاني سوي لها تفعيل هل في سعر أدنى للحصول على الشحن المجاني قلنا 200 ريال تقريبا أقل شيء عشان يحصل على سعر مجاني أنه هو يشتري بـ 200 ريال من متجري والسعر الأعلى الأفضل أنك تخليه مثلا خلينا نقول مثلا 500 أكثر من كذا لا أنا رح أحتاج لشحن لأنه رح تكون منتجات كثيرة بعدين هنا أختيار الدولة على سبيل المثال السعودية هنا كل المدن وأسوي حفظ وبكل سهولة أنا فعلت الشحن والتوصيل المجاني على المنتجات من 200 ريال إلى 500 ريال طبعا مو ضروري بس أنا ذكرتها لك أو حطيتها لك كمثال الموضوع يرجع لك وحسب المنتجات كمان اللي موجودة عندك في المتجر طيب لو نبغى نتكلم كمان على خصم الدفع الإلكتروني أنه أنا أبغاه يدفع في متجري حاجة هنا وحسوي تفعيل هاختار مثلا نقلنا 5% على سبيل المثال رح يبدأ خلينا نقول مثلا من 21 أو مثلا من يوم 1 إلى يوم 30-12-24 طيب خلينا نقول على السعودية نفس الطريقة هسوي حفظ خلاص أنا الآن فعلت هذه الاثنين عندي هنا في خصم العملاء لتطبيق الجوال هذا يرجع لو كان أنت عندك تطبيق لمتجرك تقدر تخلي العملاء يشترون فقط من المتجر تسوي لهم خصم للي يشترون من المتجر فيه طرق كثيرة تقدر تسويها تسويقيا لمتجرك إلكتروني مثلا تبني جمعية خيرية مثلا في شهر رمضان المبارك أو في الأيام الفضيلة تذكر عملاءك أنهم هم يتبرعون لجمعية معينة وضيف رابط متجرك أو تحط لهم آخر العروض في متجرك خلني أوريك كيف تسويها من القائمة على اليمين هنا في التسويق رح تلقى خيار اسمه تبنى جمعية خيرية لو ضغط على هذا الخيار رح يفتح عندك مثلا تصنيفات كثيرة أو مقترحات للرعاية تقدر تختار أي وحدة منهم على سبيل المثال أنا بختار أول وحدة اللي هي تقريبا خاصة في وقف عطاء وبعدين هنا أبدأ أعدل عليها مثلا أنا اسم متجر اللي نفترض أنا طبعا حطوا متجر تجريبي على سبيل المثال متجر الوسام على سبيل المثال رح تتوصلوا هذه الرسالة النصية اللي هي عميل متجر الوسام رغبة منه في مشاركة الأجر والخير يسرنا دعوتكم للمشاركة في التبرع بالشراكة مع جمعية كذا وكذا وهذا الرابط بعدين أنا أبغى أضيف هنا أنزل تحت شوي وأقول مثلا لمشاهدة مثلا آخر عروضنا تمام وأضيف هنا رابط المتجر على سبيل المثال وخلاص بعد كذا أجي هنا وأسوي إرسال طبعا ضروري يكون عندك رصيد هنا تشحن رصيدك عشان يفعلو لك أو تقدر ترسل لكل عملاء المتجر فيه طبعا كثير جمعيات هنا موجودة تقدر تتصفح الجمعية اللي تناسبك وتختار بناء على اللي تبغى الناس يتبرعون فيه وبكذا أنت خليت الناس يتبرعون وإن شاء الله إنك كسبت أجر وبنفس الوقت زي ما قلنا ذكرتهم في متجرك إلكتروني ترجمة نانسي قنقر